بعد تشكيلهم ما سمي بالمجلس السياسي ها هو تحالف الانقلاب يقدم على خطوة أخرى مخالفة لجميع القوانين بدعوته لانعقاد أول جلسة للبرلمان من جانب أحادي وعلى ذات طريق محاولة إضطاء شرعية لمن لا يملكها ها هم من جديد يعملون على الزج بمجلس النواب في ممارسات خارج إطار الدستور كما أكد ذلك بيان للكتل البرلمانية اليمنية وزير الخارجية عبد الملك المخلافي قال إن انعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة تعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكا صارخا لهما وما تبع ذلك من الدعوة غير القانونية لمجلس النواب للعنقاد ورأى الاجتماع إن تلك الإجراءات والخطوات الانفرادية والوحادية الجانب غير قانونية ولا شرعية لها من كافة النواحي فيما أكد السفير الأمريكي ماثيو تولار أن قرار إعادة جلسات البرلمان خطوة مخالفة للقرارات الدولية ولا تتوافق مع متطلبات السلام وتتناقض مع المرجعيات المتمثلة بقرارات مجلس الأمن وباعتبار أن انعقاد أي جلسة في ظل سلطة الأمر الواقع لن يكون إلا محاولة أخرى لشرعنة الانقلاب قالت الإحزاب السياسية اليمنية في بيان لها أن أي خطوة في هذا الصدد لن تكون سوى إحدى أدوات وهيئات الانقلاب تتسارع خطوات الجماعة الانقلابية في طريق محاولة خلق بيئة لعادة تموضعها وترسيخ المفاعل المؤسساتية لانقلابها الثاني فيما تتسارع في المقابل احتمالات الحسم العسكري للسلطة الشرعية والاقتراب من العاصمة صنعا